النان حلم بكر وطبعاً انتم معناً بارح إشعاعات كتير وانتو جيتوا عليها ان الأستاذ مخطوف وان الأستاذ طعبان أو بيتعذب تقريباً طبعاً ده كلام ليس له أساس من الصحة وانتو جيتوا بنفسك وشفتوا البيت مفتوح الأستاذ هو رافض يسجل ورافض يصور مع حد بس أحكي لكم بقى باختصار قوي 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 واللي ربنا خلق وانا بعيش ليها شاهد بالفيديو محمد رمضان أول الحاضرين في جنازة حلم بكر وصلت للشرطة القصة كاملة لأزمة زوجة حلم بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن السلام عليكم لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس نساكم بالخير عندنا السحب على ميد جوال 14 برو ماكس وساحب على ميد ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاهد بالفيديو محمد رمضان أول الحاضرين في جنازة حلم بكر قال هشام نجد الموسيقر الراحل حلم بكر إنه حالياً في الطائرة متجهاً إلى مصر وأكد أن جثمان والده لا بد من وضعه في الثلاجة ولا يتخذ أحد قرار حتى عودته والرجوع إلى أعمامه والاتفاق على كل الإجراءات الخاصة بدفن والده ورحل حلم بكر عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 85 عاماً وصلت للشرطة القصة الكاملة لأزمة زوجة حلم بكر وشقيقه بسبب تصريحة الدفن أزمة جديدة نشبت بين السيدة سماح القرشي أرملت الراحل حلم بكر وشقيقه حول استلام تصريح الدفن ووصل الأمر إلى استدعاء الشرطة التي تدخلت على الفور وقامت بحل النزاع بين الطرفين نجل حلم بكر يفوض مرتضى منصور وخرج هشام نجل الراحل بتسجيل صوتي من الطائرة ورفض أن يتم اتخاذ أي إجراء دون وجوده شاهد عاد الإمام في جنازة الفنان حلم بكر بعد وفاته رحل حلم بكر منذ قليل داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية ومنطقة كافرسقر نظراً لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وأكدت زوجته في تصريحات خاصة للوطن أن الأطباء أخبروها الآن بتوقف عضلة القلب ووفاته وأكدت وهي في حالة انهيار أن مبارح لو رحت المستشفى موت هشام حلم بكر ما حدش ياخد قرار دفن ولدي إلا بعد وصولي قال ناقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل إن الموسيقار حلم بكر توفي مساء الجمعة عن عمر نهز 86 عاماً بعد مشوار طويل قدم خلاله لأجيال متعاقبة وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل شاهد عاد الإمام في جنازة الفنان حلم بكر بعد وفاته رحل حلم بكر منذ قليل داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية ومنطقة كافرسقر نظراً لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وأكدت زوجته في تصريحات خاصة للوطن أن الأطباء أخبروها الآن بتوقف عضلة القلب ووفاته وأكدت وهي في حالة انهيار اللي مبارح لو رحت المستشفى موت هشام حلم بكر ما حدش ياخد قرار دفن والدي إلا بعد وصولي قال ناقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل إن الموسيقار حلم بكر توفي مساء الجمعة عن عمر نهز ست وثمانين عاماً بعد مشوار طويل قدم خلاله لأجيال متعاقبة وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر ثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل شاهد عاد الإمام في جنازة الفنان حلم بكر بعد وفاته رحل حلم بكر منذ قليل داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية ومنطقة كافرسقر نظراً لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وأكدت زوجته في تصريحات خاصة للوطن أن الأطباء أخبروها الآن بتوقف عضلة القلب ووفاته وأكدت وهي في حالة انهيار اللي مبارح لو رحت المستشفى موت هشام حلم بكر ما حدش ياخد قرار دفن والبي إلا بعد وصوله قال ناقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل إن الموسيقار حلم بكر توفي مساء الجمعة عن عمر نهز ست وثمانين عاماً بعد مشوار طويل قدم خلاله لأجيال متعاقبة وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر ثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل شاهد عاد الإمام في جنازة الفنان حلم بكر بعد وفاته رحل حلم بكر منذ قليل داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية ومنطقة كافرسقر نظراً لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وأكدت زوجته في تصريحات خاصة للوطن أن الأطباء أخبروها الآن بتوقف عضلة القلب ووفاته وأكدت وهي في حالة انهيار اللي مبارح لو رحت المستشفى موت هشام حلم بكر ما حدش ياخد قرار دفن والدي إلا بعد وصولي قال ناقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل إن الموسيقار حلم بكر توفي مساء الجمعة عن عمر نهز ست وثمانين عاماً بعد مشوار طويل قدم خلاله لأجيال متعاقبة وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل شاهد عاد الإمام في جنازة الفنان حلم بكر بعد وفاته رحل حلم بكر منذ قليل داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية ومنطقة كافرسقر نظراً لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وأكدت زوجته في تصريحات خاصة للوطن أن الأطباء أخبروها الآن بتوقف عضلة القلب ووفاته وأكدت وهي في حالة انهيار اللي مبارح لو رحت المستشفى موت هشام حلم بكر ما حدش ياخد قرار دفن والدي إلا بعد وصولي قال ناقب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل إن الموسيقار حلم بكر توفي مساء الجمعة عن عمر نهز 86 عاما بعد مشوار طويل قدم خباله لأجيال متعاقبة وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت غلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل والآن أعزاء المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب وفاة حلم بكر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولاً بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر